أفادت مصادر المطلعة أن مستفيدون من مشروع بساتين الواحة بحيسد يوسف بن علي بمدينة مراكش أكدوا عدم تسلم شقاقهم من المنعش العقاري صاحب المشروع جراء توقف المشروع ووجود خروقات في التعمير وأضاف المتحدثون أن الخروقات متمثلة في بناء عمارات مع حفر مرآب الممنوع أصلا لأن المنطقة السكانية فقط متوجدة في جنابات الواد وتعد ممى الرئيس سوب القصر الملكي غير مسموح في هذه العلو وتعتبر حزاما أخضر قريبا من الغرف الملكي أيضا وذكر هؤلاء في حديثهم أن خروقات تشوب المشروع وحولت المنطقة إلى مشاريع سكانية جنى منها مسؤولون أموال طائلة دون محاسبة وأوضح المتضررون أن المشروع لازال متوقفا في الوقت الذي يرفض المنعش العقاري الإنصار والتحاول معهم